وقال الامام النووي اثنين فيه الحث على الصدقة والجود والمواساة والاحسان الى الرفقة والاصحاب نعم هذه من اخلاق الاسلام ثلاث وقال ايضا يكتفى في حاجة محتاج بتعرضه للعطاء وتعريضه من غير سؤال يا جماعة اهل الديانة مش ممكن يطلبوا لكن ممكن ايش يعرض ايش يعني يعرض يلمح بالتعبير العامي وبالتعبير اللغوي نعم يكني هذه يعني يذكر لك شيء بعيد لكن هو يريد المعنى القريب او العكس يذكر لك معنى قريب لكن هو يريد معنى بعيد فكله تلميح بتلميح تلميح فعندما اقول العز في مقعدك العز في مقعدك طيب ما هي ايش برضو العز فيك ولذا قال الله عز وجل وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ ايش بي من خطبة النساء عني النساء اللي هي المرأة المتوفة عنها زوجها امرأة مات عنها زوجها وكانت صاحب الدين وخلق وتوقير لحماها وحماتة يعني والدي زوجها ومات الزوج فهذا الاب مثل هي البنت دخلت الى اسرتنا فاصبحت واحدة مننا واذا بها توقر الاب وتوقر الام وتوقر الاخر لكن مات الولد قضر الله ولا يجوز لاحد ان يخطبها في فترة العدة فهو يريد منها ان تبقى لولد اخر من اولاده اي ولد بتكن تاخذوه هاي هاي ما من فوتها صاحب الدين صاحب خلق صاحب ادب فاذا به يعرض فماذا يقول مثلا امثالك باذن الله لا يخرج من هذا البيت كيف مبتت انت العدة افتفهم انه بعد انتهاء العدة سوف تخطب هذا يسمى تعريض معارض وايضا كان ذكرت لوالدتي رحمة الله عليها ان في بلادهم كانوا كانوا يضعون العباه فمتى مات الولد وتشاور الاب والام ان هذه امرأة الابن لا بد ان تبقى عندنا ونزوجها الى ولد اخر من اولادنا وعندما يبرد الامر ويتعتد في بيتها فكانوا يأتون بالعباه فيرمونها عليها فتفهم انه بعد انتهاء العدة سوف يختارونها لولد اخر من اولادهم هذا يسمى المعارض احنا لماذا جبنا هذا لماذا ذكرنا هذا الكلام ايوة لان صاحب الديان لا يطلب بلسانه اذا احتاج لا يطلب بلسانه وانما يذكر المعارض يعني احدهم قال لي مرة يا شيخ انا والله لا استغني عن الكتب لكن اريد ان ابيع شيئا منها وانتم تعرفون انا ابيع كتب واشتري كتب فقال لي اريد ان ابيع شيئا منها فقط لاني لا استطيع ان اشتري الدواء الخاص بي الدواء الخاص بي المصروف عن طريق الوزارة الصحة لا يكفي هناك انواع خارج وزارة الصحة وتأميني لا يغطيها الدواء غير موجود وثمنه ثلاثين دينارا فاحتاج ان ابيع فقط كتب بقيمة ثلاثين دينار وانا لا استغني عن الكتاب هذا شو ما له هذا رجل عفيف وبالتالي الاصل فينا شو نساوي ان نقول له ما هو الدواء الذي تريد وابق الكتاب عندك وهذا الدواء لك ونسأل الله ان يفرج عنك واعتبرها من باب الاخوة والمحبة والصداقة ولا صلة لها لا بدين ولا صلة لها بجرح هذا يسمى ايش تعريب التلميح انتم شو مركزين معاي ولا شو ركزوا معاي الله يزيكم الخير وبالتالي وخصوصا هذا الكلام وين يا جماعة اكثر شيء وين انخلصنا السفر في واقعنا متى يكون التلميح اكثر شيء اين ومتى اهم شيء لا يا رجل شو هالكلام شو كورونا اكثر شيء انتم ما بتساعدوا الناس شوف رمضان شو توقي الشيطة يا جماعة اكثر شيء بيفعلوا النساء العفيفات اللي خايفة على حالها من ان تؤذى فهي لو جاءت لشخص وطلبت مال وجوز يروضها ايش عن نفسها فانتم بتقول تعيشوا بين الناس تشوفوا وين في فقراء وين بيحتاجين وبدك تشتغل عشان تساعد الفقراء هيك الصحابة وصلوا لمرحلة مش بحاجة الصحابة حدا ينفق عليه لكن يسمع عن اخر فقير يذهب يعمل حمالا عالتال حتى يأتي بالمال ويعطيه للفقير ما بده إله ما بده هالدنيا الفاني كلها وانما هو ايش يريد ان يعمل فقط ليساعد الفقراء مش بديه ابن بيوت وعالف باجي إذا تنبهوا إلى هذا الشيء ما بستطيع احكي اكثر منه ثالثا او وقال ايضا وقال ايضا وفيه مواساة ابن السبيب والصدقة عليه اذا كان محتاجا وان كان له راحلة وعليه زياب او كان موسرا في وطنه نعم حتى لو كان موسرا في وطنه